السيد رئيس الحكومة المحترم يشرفني باسم الحزب الشراكي الموحد مسألتكم بعد حراك تعليمي غير مسبوق دام ثلاثة أشهر حول المنظومة التعليمية التي تعرف اختلالات كبيرة على مستوى الكم والكيف ورغم الميزانيات الضخمة التي تم إطلاف جزء كبير منها بدون محاسبة وحيث الأرقام التي تقدمتم بها تعبر عن حجم الدمار مدرسة العمومية المغربية محتجة لبلو مخشل وليس لترميم ولا لإهانة الأساتذة عبر التوقيفات والاقتطاعات فالمدرسة سؤال إيديولوجي فإلى أين تتوجهون هل المدرسة بسرعات مختلفة تكرس التخلف والتبعية أم مدرسة الشعب التي تحرر ومجتمع المدرسة والعلم والمواطنة إحنا قمنا هنا بيوم دراسي حضروري 25 نصيقية وخرج النداء دي الرباط أكدنا على ضرورة إرجاع الموقوفين وإرجاع الاقتطاعات وتنطلبوا منكم تدخلوا باش ما يتمش تبخيص من الجودة ديال التعليم ديال الطب ممكن لنشتبه على سنة بجرة قلب شكراً شكراً سيدنا إيبا شكراً